بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير نهاردة إن شاء الله في الجزء الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن أحمد صديق ضيفا على البيت الكبير أما في الجزء الثاني من هذه الحلقة الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري في ضيافة البيت الكبير لا صوت يعلو الآن على صوت مباراة فاركو هذه المباراة التي ينتظرها كل أشاق وجماهير النادي الأهلي بعد انسحاب نادي الزمالك في مباراته الأخيرة واعتذاره عن خود هذه المباراة وبالتالي الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي في مباراته القادمة أمام فريق فاركو النهاردة النادي الأهلي بيواصل تدريباته كولر كان حريص على عقد محاضرة فنية زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما اتكلمنا خلال الفترة اللي فاتت أنه دائما ما ستكون المحاضرات الفنية بالفيديو هي الأهم خلال هذه الفترة مع اللاعبين خلال هذه الفترة ليه؟ لأنه كل بتلعب كل ثلاثة يام مباراة لو كنت لعبت مباراة مبارح مع نادي الزمالك كان حيبقى عندك النهاردة تمرينة خفيفة وبكرة تخش المعسكر وبعده تلعب المباراة الأخرى المباراة الفترة اللي جاي كلها كده النهاردة اللاعبين قبل انطلاق المباراة خادوا كانوا بيتكلموا مع بعض في هذا الإطار واتفرجوا على الفيديو وخاد مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم وده بعد ما كانوا شاركوا أمس الحقيقة في كل المباراة الترايماتش اللي عملوا كولر بينما خاد اللاعبين ميران بدني قوي لمدة 40 دقيقة تحت إشراف أندرياس ندويا مخطط الأحمال وفي آخر الميران أجرى كولر تأسيمة قوية شارك فيها اللاعبون زي ما حضراتكم عارفينه زي ما قلت لحضراتكم الأهلي كان بيلعب نفسهم بارح بالتأكيد زي ما قلت مباراة فاركو في الشهي الشغل الشاغل لكل اللاعبين وللجهاز الفني وبعيدا عن مباراة فاركو ويوم الجمعة اللي جاي في نقطة كده عايز أتكلم فيها مع حضراتكم الأهلي عنده مباراة بالجمعة ومباريات الدوري هي مباريات حاسمة بدايتها من يوم الجمعة الناس شغالة تكتب مين حيمشي ومين مكمل وكولر مش عايز فلان وعايز فلان ومش مقتنع بكذا كل الأخبار دي قد تكون ممكن جداً الكل بيكتهد علشان يعرف أخبار النادي الأهلي ولكن الأخبار دي مش وقتها كلامك معظم الكلام اللي بيتقال هو كلام غير حقيقي والله والله يا جماعة كلام غير حقيقي الناس شغالة ومركزة في حاجة واحدة بس في الشهر ونص اللي جايين إزاي أكسب عشان أقدر أوصل إن أنا أخد الدوري العام البعض بيحاول أن يؤثر على النادي الأهلي بشكل سلبي وبأخبار غريبة كل واحد من حقه إنه هو يجتهد مرة أخرى بقول هذا الكلام ولكن معرفش ليه دايماً اللي اجتهد بيكون في سكة النادي الأهلي فقط هناك أندية أخرى وما بتنفس سبحان الله النادي الأهلي في حاجة ولكن تلاقي دايماً إن الأخبار اللي طالع عن النادي الأهلي أخبار إجابية تيجي تتكلم عن النادي الأهلي تلاقي إن إيه أصله فلان الفلان يماشي وفلان العلان يراجع وده أصله كلر مش عايز فلان ورسالة الجماهير النادي الأهلي الفريق محتاجك خلال هذه الفترة لا يحتاج إلا الدعم والمساند المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة مرحلة مهمة ومرحلة صعبة لعبت النادي الأهلي وجماهيره وقت الشدة دايماً بيكونوا موجودين وجهزين ودايماً روح الفنيلة الحمرة هي اللي بتصنع الفارق والانتصارات خلالوا نطلع نشوف أولى تقاريرنا عن تحضيرات النادي الأهلي لمواجهة فارقه ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية بدايات مهمة جداً من يوم الجمعة اللي جاية وزي ما قلت لحضراتكم دائماً حضراتكم الأساس في كل شيء جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل حاجة حلوة بتحصل للنادي الأهلي عشان كده أنا دايماً أقول لحضراتكم خليكم في ظهر الفريق خلال الفترة اللي جاية سندوا ادعموا لأنه أنت هتلعب الجمعة زي ما وريت لحضراتكم الجدوى المبارح هتلعب الجمعة الاتنين الخميس التلات الاتنين وهتقعد تلعب كل ثلاثة يام مباراة خلال الشهر ونص القادمة أرجو من حضراتكم حتى لو في لعب خلي بقى لحضراتكم اللعبة دي مش ألات اللعبة دي عندها عايزين يعملوا حاجة ولكن في بعض الأوقات اللي أحد ما بقاش قادر من كتر الضغط اللي عليك الضغط الزهني والضغط البدني والعصبي فعشان كده بقول لحضراتكم أنه حتى لو في واحد مش قوي أو زلوء يعني الماتش ده مش كويس مثلا مش عايزين نقصوا على اللاعبين خلال هذه الفترة بالعكس نلم اللعبة كلها ونقول لهم أن احنا كلنا في ظهركوا لأنه الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هرجع بقى نتكلم في بعض الأمور ونكمل هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين الحياة معايا تليفون مهم جدا جدا من واحد من أساطير الكرة الطائرة ومن نجوم النادي الأهلي في الكرة الطائرة كابتن عبدالله عبد السلامة يا كابتن عبدالله إزايك يا حبيب؟ حبيب يا كابتن السلامي زحي يا كابتن أخبرك كله تمام؟ تنام الحمد لله يا ربنا أمورك كويسة؟ والله الحمد لله يا ربنا النهاردة مش هسألك عن النادي الأهلي ومجموعة مصر عاملة ازاي في ظل الاستعدادات اللي احنا سمعين عنها طبعا الأول برحب على حالك في الإسلام برحب المشاهدين بالقرام برحب جميعنا بالأهلي طبعا زي ما حالك عارف الأولمبيات من أحسن بطولات اللعيب ممكن يلعب بيها صحيح ببعضها بيحذب يصبح لأصول لعب الأولمبي طبعا بيبع حلم كل رياضي أنا الحمد للرب أمين ربنا قررني وتشرفت لأنه من السلطة مصر في الأولمبيات بنتكلم طبعا من الانبيات اللي في جاي إن شاء الله رب العميم بتعبيري طبعا مجموعة مصر بالنسبة للكرة الطائرة طبعا صعبة جدا أتمنى الله سبحانه وتعالى يعني اللعيب إن شاء الله تكونون عن حصن الظن طبعا من المنتخب البرازيل يعني برضو قولي لده البرازيل وإيطاليا وبولندا دول يعني في كرة الطائرة العالمية بيمثلوا إيه طبعا ناس يعني كاتيجري إيه يعني التلاتة؟ آه تصنيف أول وتاني وتلاقي رابع على عالم آآ من الدوريات القوية إيطاليا وبولندا وآآ إحنا مرزعين بقى والبرازيل آآ طبعا حظنا يعني آآ بس هي كابسة الإسلام طبعا عشان نريحنا الرنك بتاعنا طبعا التعطاشر العالم آآ ممكن يكون التصنيف بتاعنا هو اللي ودنا في الحكة ديت صحيح وتصنيف بتاعنا كان قريب شوية كنا ممكن يعني 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 يلاقي فرق آآ ممكن يكون يعني فيه فرصة ممكن نلعب معها آآ فهو التصنيف بتاعنا التعطاشر على المعتاكل يعني مع يعني بعد القرأة عاملته القصة ديت ممكن يكون التصنيف هواتنا للسكة ديت أوكي طبعا المواجهات صعبة جدا آآ من مدارس مختلفة من أقوى المدارس الموجودة في العالم كله آآ الدور الإيطالي من أجمد الدوريات في العالم كله يعني ربنا برضو اتكرمني وتشرفت ولعبت في الدور إيطالي آآ الدور البرازيلي طبعا من الدوريات اللي بقى أنا آخر خمس ست سنين بليع باعة جامد ولعابة أقوية جدا صحيح آآ بولندا طبعا نفس القصة آآ فريق طبعا مخترم جدا وفريق آآ وسطوري وفريق عالمي آخر كم سنة بيحقق بطولات بينتزع من البرازيل وينتزع من إيطاليا وأمريكا بيخش معهم بياخد منهم بطولات دوري عالمي ممكن ياخد بطولة عالم آآ فطبعا الموضوع آآ صعب إن شاء الله رب عامين يعني احنا دلوقتي المنتخب ربنا يكرمهم آآ توجهوا لليابان عندنا عندهم معذكر لمدة خمس سيام آآ وبعدنا عندنا أول خطوة إن شاء الله رب عامين السيف ده والكسر التحدي عندنا أول مباراة مع قطر إن شاء الله تبقى يوم أربعة سبعة آآ ربنا يكرمهم ورب إن شاء الله رب عامين كده الزادات خير ديه وآآ نقدر يعني نعدم مواجه قطر وبعد كده بقى يعني استبقى استبقى عشان البطولة دي نوك أوت طبعا اللي بيخسر بيطلع برا فطبعا المواجه قطر دي مهمة بين نسبانا ربنا يكرم لو كسبنا آآ معتقد الماتشي تاني بقى مع السين صاحب التنظيم وصاحب الملعب وإن شاء الله ربنا يكرم يعني ونروح في حتة كويسة إن شاء الله رب عامين ونستفيد من الكسر التحدي دوت نعم المنتخب بيضم عناصر عديدة من النادي الأهلي شايف ده ازاي في ظل النادي الأهلي دائما هو الممول الأول لكل المنتخبات مش في الطائرة فقط أنا مع حضرتك كابتن إسلام طبعا بضم صوت لصوت حضرتك طبعا دي حاجة يعني طول لما الواحد دي يعني من فاعة تم اللاعب رياضة حد وقتنا هذا طبعا بيبقى العدد الأكثر ويعني مش عشان الواحد أهلاوي يعني العدد الأكثر في كل المجالات وكل الرياضات بيبقى من اللاعب النادي الأهلي إن شاء الله تبع حاجة مطمئنة أو حاجة تصم من الناس طبعا مع العيبة الزمالك المحترمين والأندي الأهلي إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله رب عامين يعني أحسن فرع الحمد لله السنة دي حقنا أربع بطولات بالرجالة كانت موجودة والرجالة شاركت معنا والرجالة المنضمن المنتخب أتمنى لهم إن شاء الله رب عامين التوفيق أتمنى لهم يؤدوا بصورة كويسة معهم مضارب محترم ومعهم جاسفاني محترم إن شاء الله يأدوا بصورة كويسة وإن شاء الله رب أعمل لكنا عنه فرناندو مونزل المدير الفني للنادي الأهلي هو على رأس القيادة الفنية لمنتخبنا الوطني شايف الأمر ده إزاي والله يعني هو أمر كويس ويخدم كتير طبعا المرحلة أو الفترة يعني هو الرجل مبروز شهر أو أربعين يوم حتى الآن في مره اللعبة يعني برضو حدك عارف ما يكون مدارب أجدامي يخش على مجموعة كبيرة تضم مثلا خمسة عشر لعيب وأول مرة يعرفهم بس معظمهم لعب معاهم برضو خلي بالك مضبوط الله نقول عليك برضو اتقرب وجهات النظر في ناس يعني عشر لعيبة فاهمين السيستم بتاعه صحيح إحنا لعبيتنا طبعا بتبقى في المنبييات ببعدد لعيبة 12 لعيب بطولة تحجز الكاسة الحديبة و14 فطبعا يعني العدل الموجود دوت مع العدل اللسه داخل يقرب وجهة النظر طبعا للراجل فينا سعم السيستم وهو طبعا يعني مدارب كويس ومعه طبعا معاك بتعلقتك بيه يا كابتن عبدالله لا يعني علاقتي بيه كويسة جدا والله أنا واحمد صباح عشان أبننا معاه كتير وأنا واحمد واحترفين في طالب جهاتها صراي لعبناه في تركيا كسدنا ماتش وإحنا خسرنا منه ماتش لعبناه وهو ماسك المتاخب الأسباني كسدناه الحمد لله رب العالمين لا يعني علاقة محترمة أعتقد هو كمان مستمر مع النادي الآي 3 سنوات آه إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله يكون بداية خير كده هوت لنا حاصل السنة اللي فاتت إن شاء الله رب HAMMIN نكون إحنا والرجال إن شاء الله رب العالمين على قد السنة الجاية وقد التحدي إن شاء الله ونكمل بصورة كويسة وأحسن كمان في أحسن من كده كمان الحمد لله مبسوطة بالنحن عملناه لا أنا شايف في أحسن من كده عند لناس ثاني والله مش غرور لأ ده والله نشايف عندهم أحسن من كده وإن شاء الله رب أمين زي محنك عارف الوصول بكمة سهل أما حاجة الحفاظ عليها ودي عندنا في نادي الأهل متعودين على المكسب ومتعودين إن شاء الله رب أمين نحافظ عليه فده بيتطلب مننا إن شاء الله رب أمين السنة الجاية مجهود أكتر ومجهود كبير من اللعيبة ومن الجهاز إن شاء الله رب أمين والجمهور ورانا في ظهرنا والدعم من النشاط الرياضي ومن المجهد دارتنا فأتمنى الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حص الظن الموسمي الجاية إن شاء الله رب أمين وإننا المحافظة عما عملنا دوت من السنة والأثنين إن شاء الله رب أمين خمس ست سن قدام بإزة الله بدأتوا ولا لسه يا كابتن عبدالله؟ لا والله لسه حد دلوقتي ما بدأناش إن شاء الله رب أمين نبتدي إن شاء الله بعد المنبيات على طول الإزة الله بعد أما اللعبها ترجع إجازة حلوة هي لا والله يا كابتن عبدالله برضو يعني زي ما عليك عارف يعني بنروح الجم برضو لا طبعا طبعا الملعب بقبل وحجنة بس طبعا إجازة حلوة والبحر حلو زي ما عليك عارف طبعا السيف جميل ومصر جميلة في السيف خدت تان طيب ولا ما خدتش تان من البحر لا أنا عندي التان من الحمد لله لا إزاي يعني حاجة جميلة جدا وإن شاء الله دائما نتمنى لكم المنافسة السنة الجاية هتبقى أصعب واصعب هنا بقى باتكلم عن نادي الأهلي طبع طبع المنافسة السنة الجاية هتبقى أصعب واصعب لأنه زي ما انت قلت يا كابتن عبدالله عندك منافسة دوري ومنافسة مثلا في المونديالي الأندية مظبوط مظبوط هتبقى منافسات صعبة جدا كمان يا كابتن إسلامي يعني حتى يعني الفرق الكبيرة المحترمة زي نادي الزي مالك نادي الجيش الأندية سموحة سبورتنج باتروجيت ها كل الفريد بردو بالدعم الدعم المحترفين بقوياء عشان طبعا عايزين يرجعوا تاني عايزين نفسه تاني عايزين نفسه تاني عايزين نفسه عالكيات طبعا فطبعا هتلاقي المنافسة كل سنة بتبقى صعبة المستهلة يعني وده بيزود يعني الحماسة عندنا والدافع اللي احنا نركز أكتر واللي احنا يبقى يعني عارفين مترجقتين ايه واحنا عايزين ايه من السنة الجاية ان شاء الله رب العالمين فرب نركم ان شاء الله رب العالمين ونقدي يعني أداء أحسن من السنة اللي فاتت ونحافظ على كل عملناها ان شاء الله وتبقى سنة سعيدة على النادي الأهلي يا رب في كل يا رب ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا النجم الأسطوري لنادي الأهلي ولمصر ولمنتخب مصر كابتن عبدالله عبدالسلام شكرا جزيلا طمننا الحقيقة على استعادات النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وايضا طمننا على يعني أو يعني ألقنا الحقيقة على منتخب مصر ومجموعته في الأولمبياد البرازيل والصين وبولندا التلت فرق والتلت منتخبات الحقيقة منتخبات أو بولندا والبرازيل منتخبات قوية جدا 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 لكن عموما ان شاء الله ربنا يكرمنا في الفترة القادمة ونقدر لأنه الاستعدادات جيدة للأولمبياد القادمة عشرين أربعة وعشرين أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين النهاردة ومنذ قليل تأهل نادي حرص الحدود رسميا إلى الدوري المصري الممتاز بعدما تصدرت دورة ربعية وفاز على نادي سبورتينج بنتيجة اثنين واحد في الجولة السادة والأخيرة من الدورة المؤهلة للدوري الممتاز وبهذا يكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدوري المصري الممتاز بصعود حرص الحدود من الدورة الربعية وغزل المحلة وبتروجيت من دوري المحترفين ألف ألف مبروك لفريق حرص الحدود اللي جوه قلبي طبعا واحد من الأندال أنا تشرفت أن أكون متواجد فيها فبحبهم جدا ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في السنة القادمة ويعودوا في الدوري الممتاز الحقيقة حاجتين بس عايز أتكلم فيهم مهمين جدا إذا كان هناك ما يحسب لاتحاد كرة القدم وجهة نظري إنه يحسب لاتحاد كرة القدم دوري المحترفين تحت كرة القدم عمل دوري محترفين على أعلى أعلى مستوى بالنسبة لي شكرا لنادي سبورتنج عملوا مع كابتن أحمد فاروق المدير الفني لهذا الفريق المحترم الكبير كل الإسكندرانيين عارفين نادي سبورتنج وعارفين يعني إيه نادي سبورتنج واحد من الأندال الكبيرة والعريقة الاجتماعية الكبيرة والعريقة يعني أنه يصل يعني لغاية آخر خمس دقايق بيهدد حرص الحدود أنه يصعد إلى الدوري الممتاز حاجة جميلة جدا نهنئ مجلس إدارة نادي سبورتنج على الوصول إلى هذه المنطقة أو هذه النقطة ويبدأوا بقى يعني يشتغلوا عليها بداية الموسم القادم نادي سبورتنج عدم تأهلهم طبعا حاجة زعالتهم جدا ولكن ألف مبروك وصولهم لهذه النقطة المهمة في ظل نادي سبورتنج من الأندال اجتماعية يعني السنة دي عاملين طفرة رياضية كبيرة جدا جدا سواء في كرة القدم أو حتى في كرة السلة النسائية وصلوا للمباراة النهائية مع النادي الأهلي ولكن حرص الحدود الحقيقة مع مدربهم محمد ميكي ميكي من المدربين الكويسين جدا اللي اشتغل طول عمره في حرص الحدود ولعب طول عمره في حرص الحدود قدر ان هو يوصل معاهم ويعود مرة أخرى للدوري الممتاز ان شاء الله ربنا يكرمهم في الموسم القادم واستطيع حرص الحدود الصمود وسط أنديد الدوري الممتاز ايضا عايز اتكلم مع واحد عن واحد من النجوم اللي بحبها جدا 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 انا شخصيا بحبه بشكل شخصي النجم الكبير الخلوق محمود حسن تريزيجي يلاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ترابزون التركي كشف انه كان بيتمنى المشاركة في المنتخب او مع المنتخب الوليمبي في الدورة الوليمبية التي ستقام في باريس 20-24 كتبت تريزيجية عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتوفير لمنتخب مصر الوليمبي في أوليمبياد باريس 20-24 وسعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب وكنت اتمنى المشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل منتخب بلدي لما تجيب اسم تريزيجية كل مصر تقف احتراما لهذا النجم الكبير اللي كلنا عارفين دوره يعني ناس كتير هتقولك تريزيجي مظلوم إعلاميا أنا بقول لا تريزيجي مش مظلوم إعلاميا تريزيجي واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين في مصر خلال هذه الفترة وكان له دور كبير جدا جدا في سعود منتخب مصر السنة 2018 وان شاء الله يكون له الدور الأبرز مع كل نجوم منتخبنا ومع عمد صلاح في السعود مرة أخرى للمنتخب أو إلى كأس العالم القادم 2026 وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية ومن بعد هذا التقرير فاصل ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد صديق في ديوفة البيت الكبير يواصل المارد الأحمر تحضيراته لمباراته المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة ويسعى كلر وكتيبته لمواصلة الانتصارات وحصد كل نقاط في مبارياته المتبقية بمسابقة الدوري للوصول إلى قمة الترتيب والحفاظ على لقبه أعلن نادي شاختار دونياتسكا الأوكراني ضم علاء غرام مدافع نادي الصفاقسي والمتخب التونسي بعقد يمتد حتى عام 2029 وتعد تلك التجربة الأولى في الاحتراف الخارجي لمدافع الصفاقسي البالغ من العمر 22 عاما يواصل نادي أولمبيك مارسيليا مساعيه للتعاقد مع الدولي الجزائري محمد بشير بلومي نجم نادي فرنزي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويسعى الفريق الفرنسي لتعزيز خط هجومه وتلبية مطالب المدرب الجديد للنادي روبيرتو ديزيربي من أجل تقديم عروض جيدة وإحراز نتائج طيبة خلال الموسم القادم اختتمت منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 حيث تصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وانفرض منتخب إسبانيا برقم مميز بعدما استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث وتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط وتصدر منتخب انجلترا المجموعة الثالثة كما تصدر منتخب النمسا جدول ترتيب المجموعة الرابعة وتصدر منتخب رومانيا المجموعة الخامسة وتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة حدد نادي برشلونة الإسباني يوم العاشر من يولو المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في المدينة الرياضية بأول ميران جماعي تحت قيادة المدير الفني الجديد هانز فلاك ويأتي موعد انطلاق فترة إعداد برشلونة قبل أربعة أيام على انتهاء يورو 2024 وخمسة أيام على انتهاء كوبا أمريكا 2024 وبالتالي سيتخلف عن بداية المعسكر وفترة الإعداد والاختبارات الطبية جميع لاعبي برشلونة الدوليين كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسمياً عن موعد مباراة كأس الدرع الخيرية بين منشستر سيتي بطل الدور الإنجليزي ومنشستر يونايتد حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي فإن مباراة كأس الدرع الخيرية ستقام يوم العاشر من أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي يتصدر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال قائمة نجوم سجلوا في أكثر من نسخة بتسجيله في خمس نسخ سابقة لبطولة اليورو رغم أنه لم يجح في تسجيل أي هدف خلال النسخة الحالية وكان النجم الكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد نجح في تسجيل هدف على الأقل في أربع نسخ من بطولة أمم أوروبا بعد تسجيله هدف منتخب بلاده في شباك إيطاليا خرج برناباس فارجا النجم منتخب المجر بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه نتيجة استضامه بحارس مرمى اسكتلندا في مباراة منتخبي البلدين في يورو 2024 المقام حالياً في ألمانيا أهدى نيكولاس فالكروج نجم منتخب ألمانيا مشجعاً قميص المنتخب بعدما تسبب بالخطأ في كسر يده أثناء الإحماء في لقاء اسكتلندا في يورو 2024 المقام حالياً في ألمانيا وتعرض المشجع كايف لاثمان لكسر في يده اليسرى خلال تلقيه كرة قوية سدد فالكروج في عمليات الإحماء يعقد جياني إنفنتينو رئيس الفيفا اجتماعاً هاماً مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لبحث استضافة ملعب سانتياجو بيرنابيو نهائية كأس العالم 2030 وتستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بشكل مشترك منافسات بطولة كأس العالم 2030 وهي النسخة الرابعة والعشرون من المونديال بحسب تقارير صحفية أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أرحب ضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن أحمد صديق إزاك يا بحمد؟ إزاك يا كابتن سيدي أحمد الله خير كله تماماً كنت أحمد خير والله الحمد لله كله كويس حافظ على نفسك أنت والدنيا تماماً عايز فاي هنعمل إيه كنت أنت عارفة واصبع عنا تلعب شات كرة ولا لسه؟ والله بارك تيب ملعيتش لكن تعرف عشان شغل بتاعنا طبعاً مهم جداً تحافظ على لغاقتك اللي بدلية تحافظ على نفسك والشكل العين برضاً بتعمل حاجة اليومين دولو ألا لسه؟ لا لسه شوية كده لسه أكثر من حاجة كده لكن ربنا سهل أنا عارف أنت عايز تروح لوحدك دلوقتي أو يعني تبعاً أمور أفضل يعني يعني مش عايز أقول عايز لأن طبعاً أنا مرتبط بإسم كبير زي كاتن حسام البادري طبعاً شفت مبارات الحرس النهاردة وسبورتي أه طبعاً طبعاً كويس حاب تتكلم في كده من بارك طبعاً لدي حرس الحدود طبعاً مجلس إدارة وجماهير وطبعاً على رأس القادرة الفنية محمد ميكي ودي دي السنة التانية على التوالي طبعاً صحيح ببارك له هو يستير كل خير ودي بتدينا دفع كويسة على كبتن سلام يعني حتى الجيل بتاعنا أحنا ميكي عامل شغل هاي طبعاً ودي بتدي دفع كويسة لنا بتدي سكة للناس في الجيل اللي يعني لما يبقى ميكي وقبل كده أحمد عبرقوف وحتى أمير عزمي كان ماشي كويس جداً وفي أسماء تانية كتير كل دي بتخلي الناس عندها سكة في الجيل اللي موجود ده يعني صحيح ببارك لميكي وجهازه تقريباً أحمد زهران وعاصم وكل الناس واللعيبة كلها لأنه مستحق ويمكن احنا وحضاك برضو كنتم موجود في حرص الحدود وانا كان لها الشرف برضو انها لعدت مسامين في حرص الحدود منهم سنة الصعود مع كابتان سامي أمصان من عندها المحترمة جداً 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 فنتمنى بس إن شاء الله الاستمرارية في الدور الممتاز إن شاء الله الماتش النهاردة ما بين سبورتنج وحرص الحدود راح ويجيه وراح ويجيه ولكن في النهاية يعني حتى يمكن في آخر ديائكة الدنيا دي حقيقة وللأمان أنا سعيد جداً بأداء سبورتنج هاي ليه سلح أحمد فاروق برضو عمل شغلي هاي الأمانة يعني اسم بعيد شوية بالنسباننا أو بالنسبة للبنور أسقدرانية عارفين أحمد كويس أه طبعاً لأنا أتكلم كلاد سبورتنج يعني بايد عن المنافسة بقاله كتير جداً فإنه يبقى متواجد يصعد للترائي صحيح ويبقى كده ينفس بقوة لحد آخر مش آخر مبارد حد آخر بديئة ممكن تابعاً نهاردة لو كان إدري حقق الفوز كان هو اللي صعد صح فدي حاجة كويسة نتمنى برضو الاستمرارية ليهم نتمنى يبقى فيه فرقة كتير كده أكبر ديسلي متقريباً برضو الاستمرارية من أندية جمهارية في إسكندرية صح كده ولا سبورتنج أكثر اجتماعي يعني بس بأصد اسم بورتنج يعني مجتمع من على نفسه بس أصددين سبورتنج حتى كلاد اجتماعي لإسم كبير طبعاً اسم كبير دي حاجة كويسة جداً مرة تانية وتالتة من بارك نمكي وأنا سعيد جداً جداً بصعوده لمرة تانية الدوري العام السنة الجاية في وجود المحلة وأيضاً حرص الحدود والفريق الثالث أعتقد ودي دجلة لا ودي دجلة ما صعدش صح البترجيت البترجيت صعد أول ناس بترجيت والمحلة وأيضاً حرص الحدود أعتقد هذا السلاسي كان متواجد قبل كده فعارفين الدوري العامل ممتزح بعمل إزاي طبعاً ثلاث أسماء من الأسماء كبيرة جداً أتكلم على بداية من غزل المحلة نادي نادي الجماهرية كبيرة جداً جداً وعلى ذلك المنشاطهم صعبة جداً بالنسبة لنا حتى ملعب غزل المحلة صحيح يا رب بس إن شاء الله يقدروا يعملوا فرقة مع أحمد عيد طبعاً بيبارك لأحمد عيد برضو على الصعود يعني اتأخرها شوية لكن بيبارك لأحمد صعود أتمنى أن هم يقدروا يعملوا فرقة سيد عيد كابتن سيد عيد وكابتن سيد عيد في بيتروجيت وعلى ذلك يتكلم على غزل المحل نتمنى أن غزل المحل نارج نشوفه زي الأيام السينية اللي فات لما احنا كنا متواجدين لأنه من الأندية جامريال مهمة جداً 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 وكابتن سيد عيد طبعاً في بيتروجيت وللأمانة كانوا عاملين فرق كبير جداً لا بيتروجيت ساعد من نصف آه يعني عاملين فرق جداً جداً من بداية الموسم يعني فمن بارك طبعاً نادي بيتروجيت تبع عودة حميدة يا رب إن شاء الله طبعاً هذا كتري ما برضو كان لك التواجد قبل كده مع بيتروجيت أنا ما بحبش أسكت ما بحبش أن أنا أقول أن أنا لعبت يعني برضو فاصد صعبين أوسر بس فقط دا تقول إنه من الفرع أو من الشركات المخترمة عيين طبعاً شركة مخترمة وجبيرة جداً نتمنى برضو إن شاء الله كل دي بيدي قوة للدور الموسم الجاي إن شاء الله بإذن الله طيب أغلقنا ملف القمة وفوز النادي الآلي وثلاثة نقاط بتضاف لرسيد النادي الآلي 42-45 وبالتالي تم أغلق هذا الملف ونبص بقى على مباراة فاركو وده السؤال المهم بالنسبة لي إنه مباراة فاركو مباراة معرفش ليه الناس شايفة أنها مباراة سهلة مع أن أنا بشوف أن مثل هذه المباراة أصعب كتير جداً جداً من مباراة لفرق بتلعب في منتصف الجدول فقط وجهة نظر يعني طبعاً أكيد يمكن بداية يعني مش عارف نقول ليه بس مبروك طبعاً تلاتة بونت النادي الآلي مباراة الكمة اللي ما تلعبتش لكن بالنسبة لنا تلاتة بونت مهمين جداً في صراعة المنافسة مع بيراميد مباراة من ضمن مباراة المؤجلة اللي أنت أعتبر حسنتها بتلاتة بونت مهمين جداً بالنسبة للمباراة فرقه أنا ما فيش مش شاف أنه فيه مباراة سهلة والدليل مباراة الداخلية أنت يعني ست المباراة وإنت متعادل بعد كده ترجع المباراة فما فيش مباراة سهلة خصوصاً إحنا لو هتتكلم باعتبار أن كل المباراة دي من الدور التاني ما فيش مباراة سهلة في الدور التاني وليل أمانة أن فرقه بيقدم بشكل كويس جداً مع أحمد خطاب حتى نتاجه تحسينه بشكل كبير جداً صحيح لكن على فكرة قبل الماتش الأخراني ده بيعملوا ماتشات كويسة بس بيتغلبوا أو بيتعادلوا يمكن لما يكسبوا كمان للتحاد وده بيبقى برضو شبه أنه دير بشوية كابتن إسلام في اسكندرية فارقه للتحاد فدي أكيد هتديهم سوكة كبيرة جداً لفارقه ولكن الأهم من ده كلك أنت محتاج التلات بمط أنت كالنادي الأهلي مش مهم أنت بتلعب مين أنت كل ماتشاتك بالنسبالي وخصوصاً المباراة المؤجلة أنا شايف أنها مباراة كاس لأن أنت عندك فرق بناط بينك وبين بيرامدز في صراع البطولة اللي هو شيء بيبقى محسوم بين أهلي وبييرامدز أنت محتاج تحقق العلامة كاملة في كل المباراة لحد ما تلعب بيرامدز في المباراة صحيح فأكيد مباراة فارقه مهمة كل المباراة مهمة جداً جداً في صراع البطولة فارقه دائماً من الفرق اللي بتعتمد على أنه يتقفل بشكل كويس أنا بشوف أن فارقه جيدين جداً في التحول للهجوم دي حقيقة يمكن حتى الهدف اللي حرزوه في مباراة الاتحاد يمكن هدف من الأهداف الجميلة في الدورة إلى هذا المسلم أكيد هو من خطأ دفاعي وخطأ من مهد سلمان حرص مر منادي الاتحاد لكن يعتبر هدف من الأهداف المميزة جداً جداً اللي ممكن تنافس بقوة على أنه من أفضل الأهداف لكن هم لعيبة فارقه بشكل عام يعني لعيبة فارقه بشكل عام ما أحترم الكامل لكن هم عشان هم بالنسبة لهم يعني النتائج ما كانتش مساعداهم في بداية الموسم فادلوقتي بيلعبوا بتحفز كبير جداً في النواحي الدفاعية وبيعتمدوا بشكل كبير أو على الهجمة المرتدة وأغلب الفرق اللي بيتلعب بالنادي الأهلي بتلعب بنفس الشكل يعني هم جداً نادي الأهلي بكرة وده الطبيعي بالنادي الأهلي يبدأ الضغط لأنه يبدأ الضغط لأنه هدف مبكر هيحل كل الأمور دي يا كابتان اسلام خصوصاً مع الفرق اللي بتعمل تكتلات دفاعية وأنا شايف أن أهلي محتاج ثلاثة بونت فأكيد مستر كولر بيلعب بشكل متوازن بشكل كبير جداً لكن الهدف هو بقى الثلاثة بونت يعني اللي مطلوب من النادي الأهلي زي ما أنت قلت الثلاثة نقاط يعني أنا بشوف النهم بغض النظر ما عرفش برضو رأيك في هذا الأم ولكن بغض النظر عن المهارات وعن التاكتكس وعن أنا وجهة نظر الثلاثة نقاطها الأم طبعاً طبعاً يعني في الصراع المتواجد بشكل كبير جداً بالأهلي وبرمز على البطولة مع كمان صعوبة الناس بتساسي لعكابت الاسلام أنك مثلاً تقول برمز مثلاً فارق بعشرة بونت وإنت عندك خمس مبارات مؤجلين بالعكس ده حاجة صعبة جداً ودي بتعمل ضغط كبير جداً جداً على النادي الأهلي وعلى الجهاز الفني لأن أنت مطالب أن أنت عشان تعاود الفارق تكسب كل المبارات المؤجلة صحيح فدي حاجة من سهلة يعني أنا بشوف ناس في الشارع بتتكلم ما إحنا عندنا ست مبارات مؤجلين لا لا الموضوع من السهل الموضوع صعب جداً لأن أنت الست مبارات دول الفريق المنافس من نسبه لك هو أكسبهم فخلاص عمل الفارق هو مرتاح لكن أنت بحتاج تكسب الست مبارات دول عشان تقرب الفرق لحد ما عندك مباراتين مع برامدز بشكل كبير جداً ومن وجهة نظري هم ممكن يحسنهم بطولة الدور يعني المباراتين بتعبيرها من الزق يعني أنه برامز أنا بشوف أن يجب أن أنت تاخد كل المبارات لوحدها على حد طبعاً معنا عشان كده بقول لك يا سام أنت محتاج تحق تكسب الست مبارات المؤجلين الأول هما ستة تقريباً مصبوط كده ستة أو تلاتة في ستة بثمانتاشر اه تمنتاشر بونت هتبقى أنت فارق ببونت لو كسبت الست مبارات وبعد كده هتلاعب برامدز مباراتين مباراتين دول هيبقوا باثنشر بونت بستة بونت بس فهيبقى مهمة جداً لكن أنت أكيد مباراتين بستة؟ اه يعني ما أنت بتتكلم عن المبارات بستة بونت يعني أنهما بالنسبة كبير جداً هيفرقوا في شكل الدوري لكن أكيد الجهاز الفني واللعبين بيركزوا وبيأخذوا كل مبارات مباراتة وده الطبيعة بتاعنادي الأهلي صحيح وإلا مش متعود أنه بلعب في كل بطولات بيجي بيلعب في أفريقيا وبيبيركز في أفريقيا خلص أفريقيا في نفس اليوم أو تاني يوم بيقفل صفحة أفريقيا وركز دوري خلص دوري لو عنده كاس بنفس الكلام يعني فأكيد بالمناسبة تقييمك إيه لمشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري العام مثلاً أنا شايف الأمور ماشية بشكل طيب جداً أنت دولية الوكسيبت هتبقى أول دوري لوكسيبت المورات الموجلة هتبقى أول دوري يمكن فيه تعادل أو هزة كده حصلت في بداية الموسم تقريباً تعادل أو اثنين لكن مع ذلك الحمد لله أنت دنيا مشي أه طبعاً أنت بمكسبك إن شاء الله المورات الموجلة هتبقى أول دوري يعني فأنا شايف الأمور ماشية بشكلها الطبيعي أو بالشكل الطبيعي اللي نادي أعلنه عايز حق الموسم التاني على التوالي في الدور تقييمك بقى الفني لفريق فاركو أنا شايف من فرق جيد على رغم من مركزه أه طبعاً وهقولها لك بشكل أوضع شوية كابتن إسلام أنا شايف أن هم مع أحمد خطاب بقى بلعبوا بواقعي أكتر بمعنى في مدربين يا كابتن إسلام وأكيد أشتغلت كتير مع أولابت كتير مع المدربين دول بيلعب بطولة الدورة و بيلعب الموشات كلها واحد بمعنى أنا النهاردة ما عندش مشكلة أكسب أخصر أتعدل غير أن في مدربين تانية كده بتحترم أولاً فرقتها بشكل كبير جداً بتحترم إمكانات فرقتها أنا عارف فرقتي و حدود إمكانات فرقتي فعارف أنا محتاج إيه من المباراة دي في مباراة ما عندش مشكلة أنه أنا أطلع متعدل فدي حاجة تحترم في أي مدير فني يفكر كده فأنا شايف أنه دي من الميزات اللي أحمد خطاب بيشتغل عليها أو مدير الفني للادي فارقه بيشتغل عليها الفترة الأخيرة أنه عارف إمكانات فرقته عارف هو محتاج إيه من كل مباراة في مبارات عنده البونت مهم جداً في مباراة عنده مهم أول أن ناخد تلاتة منتفضل اللي بيحصل فأنا شايف أن هم بقى يلعبوا بوقعية بشكل كبير جدا بلعبوا على قد حدود إمكانياتهم بدأ يبقى عندهم ثقة لأن هم الفترات الأخيرة بدأ يكسبوا متشاط كمان بدأ يبقى فيه تعادلات بدأ يبقى فيه مكسب وبدأ يتحطوا بشكل مش وحش في الدوري يعني مقارنة بالبداية اللي ما كانتش كويسة اللي كانوا باتقيم بيها وعندهم أكتر من عنصر مهم وعند خبرات يا كمان آه يعني فيه أسماء مهمة طبعا طبعا شكري نجيب آه طبعا فيه شكري نجيب وعمري جمال وحمد فاخري آه يعني عندهم 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 البقريت المحترف لعيب كويس اللي هو لعيب غينيا صح كده برضو من لعيبة المميزة جدا أنا شايفهم من لعيبة آه يعني الأسماء اللي موجودة برضو في ففاركو تخليك تبقى يعني متلغبة شوية لما تلاقي المركز بتاحهم من عدد النقاط 25 نقطة هم فرق معهم مكادة الإسلام إنهم عدد المسلمين تقريبا القيد كان موقف لهم فدي الأمانة فارت معهم جدا لأن اللي أحب يسمعه على النادي فاركو ومجلس إدارته إنه هم ما عندهمش مشكلة خالص في المصاريف أو في الميزانية يعني تقريبا بتقريبا ميزانيتهم كويسة لكن فرق معهم كتير جدا اللي قاف الكيد ثلاثين أو ده تقريبا ثلاث سنين تقريبا صح ثلاثة أو ثلاثين دي الثالثة يعني فدي برضو حاجة كبيرة جدا أسرت عليه مشاكل كبير جدا معا إنه غير أكتر من جهاز فاني في بداية الموسم ودي من الحاجات برضو اللي من وجهة نظري ما بتبعش بتباسها كويس كنت أحمد خطاب برضو اسم ليس يعني كان المساعد المدرب في الفترة الأخيرة وحضرتك عارف إنه كان أسان حارس مرمى يعني فدي برضو دي يعني دي حاجة قليلة جدا بالنسبة لنا حتى في الدور المصري واشتغل مع أكتر من جهاز لحد ما جاء الوقت إنه أخذ الفرصة وأنا شايف إنه بأدي فيها بشكل كويس طيب أنا لسه كنت أسألك هل يستطيع أحمد خطاب الوقوف أمام ترسانة النادي الأهلي من كل هؤلاء اللاعبين ومرسل كولر من وجهة نظري لو نادي الأهلي ولعبته مركزين واحترموا فرقة فرقة وأي فرقة يعني ما احترام الكامل لكل الفرقة الدوري بيبقى صعبة جدا فرقة طابة ده من الدور يعني ده ما احترام الكامل يعني بس دي الحقيقة لكن في الأول الأخير برضو التوفيق بيفرق كتير جدا وتركيز اللاعبة بيفرق بشكل كبير جدا كابتن إسلام صحية خلينا نطلع نشوف هذا التقرير وهذا الصراع الرياضي ما بين مرسل كولر وأحمد خطاب ولكن بعد هذا الفاصل نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين يا أحمد أهم ما يميز نادي الأهلي خلال هذه الفترة عدد كبير من اللاعبين موجود في الاسكواد بتاع نادي الأهلي 30-32 لعيب بالناشئين ولكن التدوير واجب في مثل هذه التوقيتات وهو الأمانة من أكتر الحاجات اللي فرقى مع العيب بالنادي الأهلي كابتن إسلام واللي فرقى بشكل كبير جدا في النتائج هو الروتيشن اللي بيعملها مستكلة من يوم ما جاء يعني أنا شايفه ممكن فاكي أننا كانت محاضك أكتر من مرة في الموضوع ده إنه شايف من أكتر الإجابيات اللي بتحصل في فريق النادي الأهلي الروتيشن أو التدوير أو التغييرات اللي بيعملها مستكلة في التشكيلات كل مباراة لأن أنت بتقابل الضغط كبير جدا جدا مفيش حد يقدر يستحمله إلا لو عندك سكوات أو عندك قيمة تقدر تستحمل الضغط ده والأهم من ده كله يا كابتن إسلام إن أنت كفريق النادي الأهلي وصلت لمرحلة إنه مش عندك مشكلة النهاردة إن كل مباراة تغير 3-4 العيبة أو 5-6 العيبة الأداء بنسبة كبيرة بيبقى سابت النتائج بشكل كبير بتتحقق زي ما أنت عايز فدي من أكتر الإجابات اللي موجودة إن مستكلر بيقدر يعمل الروتيشن بشكل كويس قوي كل اللعيبة جاهزة ودي الأمانة يعني دي الأمانة من أكتر حاجات اللي مهم جدا في كل الفرقة الكبيرة إنك مش عندك مشكلة النهاردة عندك غياب في 2-3 العيبة أو حتى كل العيبة جاهزة لكن أنت بتقدر تريح اللعيبة دي النهاردة للمباراة اللي بعد كده ودي فرصة برضو خلي بالك للعيبة اللي تتكلم عنه من اللعب ما بيلعبوش كتير طبعا طبعا لكن إحنا أنا شايف إن الناد علي ما تقدرش تقول غير يمكن 3-4 العيبة هم تقول ما بيلعبوش كتير لكن في المقابل عندك لو القائمة مثلا 3-2 العيبة عندك مش أقل من 25 العيب بيشاركوا بشكل شبه مستمر في الأغلب كل الفرق أو أغلب المدربين بيعتمدوا على 15-16 العيب لكن إنت الفترة من وقت وجود مصا كولر لأ أنا شايف إنه بيعتمد على العيبة على عدد كبير جدا من اللعيبة اللي موجودة معا ودي من أكتر الأسباب اللي بخلي نادي الأهلي يقدر يشتغل في كل البطلات اللي بيشارك فيها بشكل كويس هل الأهلي قدر إنه هو يعني في الفترة اللي فاتت يحضر بشكل جيد بعد إلغاء مباراة الزمالك وانسحابه؟ أكيد لأن زي ما بنتكلم إنه نادي الأهلي عنده هدف عنده هدف إنه يقدر أو إنه مهم جدا بالنسباله إنه يحقق الفوز أو المكسب في كل المباراة المؤجلة عارف إنه فيه فرق ابناط بينه وبين بيرامدز اللي هو متصادر دلوقتي فمحتاج بشكل كبير جدا أيا كان المنافس يعني ما احترام كامل نادي الزمالك أو اللي فارقه أو 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 هو عنده هدف واحد إنه لازم حقق العلامة الكاملة من كل المباراة المؤجلة لإن نادي بيرامدز عامل ضغط بشكل كبير إنه بيكسب بشكل كويس أوي تقريبا 11 مباراة و 12 مباراة على التوالي فوز فده رقم برضو كبير يعني ده رقم كبير في الدورة لأي فرقة خصوصا إنه بيرامدز كنا متعودين إنه بيكسب 3 أرمع بارات ويقع مباراة لكن 12 مباراة و 13 مباراة على التوالي فأكيد دي مخليها لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني بركز بشكل كبير جدا أبرز التحديات المحلية والإفريقية بقى خلال الفترة القادمة من وجهة نظرك اللي بتقابل النادي الأهلي أنا شايف إن أمهم دلوقتي حاليا هو بطولة الدوري ساعة ما فيش راحة ده أنت يدوبك أمه ده اللي بتكلم فيها يا كابتن الإسلام أنت بجد والناس بتزعل وتقول مؤجلات هتلعب فين طيب يعني هتروح فين يعني طبما تبص إن الأهلي حتى مؤجلاته دي بيضطر للعباء تقريبا كل 3 تيام أو كل 4 تيام مباراة وهو ده مش ضغط إنت بتبص إنه متأجله ومتأجله وزعله هي عزمة كبيرة بالمناسبة ده كانت مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا لعيبة مشكلة كبيرة جدا لجهاز فني إنت بتلعب كل 3 أو كل 4 مبارات مباراة دي صعبة جدا جدا طبما في المقابل للفرقة الثانية اللي مش متأجلهها مباراة كل أسبوع كل 10 تيام بتلعب مباراة بالعكس أنت بتبقى مرتاح أكتر لكن أنا شايف إن ده ضغط كبير جدا على لعيبة النادي العيل وعلى الجهاز الفني عندك بعض الإصابات كيف يمكن التغلب على هذه الغيابات وهذه الإصابات من أكبر الإصابات الكبيرة شوية اللي هي مساء علي معلول دي من أكبر الإصابات المؤسرة شوية لكن الغيابات التانية بتهيلي مساء كبير عرف يتعامل بشكل كويس يعني لو حتى عمر كمان مش موجود تقريبا ممكن كريم فؤاد يشتغل في ناحية الشمال بشكل كويس للنسبة كريم كريم يشتغل سواء دفاعيا أو هجميا لأنه في ناس تقولك إيه يعني كريم يقدر يدفع بشكل كويس أه لا هو الأمان يشتغلها كويس حتى في نهائي أمام التراجئة ده بشكل كويس جدا يعني فأه يعني أنا شايف إن الحمد لله مع التوفيق إن اللي قال لي أو مساء كورو ما عندهش مشكلة في التشكيل من يلعب ومين ما أنا الحمد لله شايف إن دي دي مع الفضل لا ما بقاش عندنا مشكلة فيها يا الحمد لله طيب كيف يفكر بقى في ما هو قادم أنا شايف إنه ودي أكيدة إنه بشكل كبير جدا بيقسم المبارات اللي جاية كلها بمعنى هو عارف هو هيلعب فاركو مثلا تمام وبعد فاركو عنده موتش تاني يوم الاثنين هيفكر في موتش يوم الاثنين ولا يخلص فاركو الأول أكيد بيركز فاركو لكن في الاعتبار يواعني في الاعتبار طبعا لكن في الاعتبار بيركز بيبص المبارات اللي بعدها يمكن مسلا لو هتيجي مسلا في خط الظهر المبارات اللي فاتت كان بيلعب رومي صح كده رومي وعب مين عامل لا رومي وياسر او رومي وياسر والقابلاء كان عبد المين عام وياسر صح كده اه أصد فهو بيقسم بيقسم توقيت الموتش أكيد ده بالتنسيق طبعا مع باقي الجهاز وبالأخص مدرب الأحمال اللي موجود لأنها بقى ليه دور كبير جدا في تقسيم الأحمال بينه وبين اللعيبة لأن كل تالت مباراة صعبة جدا اه أوقات بتلاقي مثلا في نص الملعب مروان وآا أكرم وأكرم وأمام وأوقات بتلاقي أكرم وأمام وأفشا يعني أصد فدي هو ده اللي بنتكلم فيه إن الروتيشة مهم جدا يا جد إسلام وتاني وتالت ورابع ويمكن أنا حتى لما فكرت او لما خط الخطوة ان انا ودي حاجة من الحاجات الكويسة بالنسبة لما خط خطوة ان انا اعمل معايشة مع مستا كورور كان لسببينهم من جدا اه الطريقة اولا اللي بيلعب بيها اللي هي 4-3-3 دي كانت بالنسبة لي مختلفة كان حمدي فتحي ساعتها كان حمدي فتحي وقاله يوديانج بيلعبه فدي كانت من حاجات اللي كانت ملفتة جدا ازاي 4-3-3 بتأدى بالشكل اللي جومي ده مع وجود كمان حمدي معان حمدي كل الناس بتشوف ان هو عند انه واحد دفعية اكتر لكن وديانج كانوا بيعملوا بشكل كويس جدا فدي كانت من الاسباب السبب التاني الروتيشن اللي بيعملوا بشكل كويس اوي انه ازاي يقدر يجهز القيمة كلها انه كل واحد يلعب في اي وقت ما عندوش مشكلة انا النهاردة ما بلعبش بالمبارة اللي جاي بلعب وبقدم نفس الطريقة وبقدم نفس الشكل والنتيجة بتتحقق والهدف بتتحقق وباخد في الاعتبار طبعا عشان عارف ان كان الناس بتعلق ان الروتيشن او التدوير اه في الاماكن في المراكز او يعني باشين نهاردة كابتن اسلام باك رايت وبلعب اا اكرم باك رايت دي ما عنداش مشكلة فيها كان بيجي اوقات الناس بتعترض على انه بلعب ناس مش في مكانها اه دي اكيد لكن برضو اكيب هو ليوجد نظر فيها لكن الروتيشن الصحيح اللي بنتكلم فيه ان انت النهاردة عندك باكين رايت او عندك ثلاثة اربع مدافعين بتقسم المباراة بينهم بقى دي دي حاجة كويسة جدا دي دي حاجة من الاجابية حتى الحمد لله حرص المور ما بابقاش عندنا مشكلة فيها مع الرجوع الشناوي مع الاداء المتميز جدا جدا اللي كان بيقدي به مصطفى شبير فالحمد لله حتى دي ما بابقاش عندك مشكلة فيها المباريات القادمة هل من الممكن ان احنا نرى في كل مباراة بما انك بقى بتقول كل شوية هيعمل تدوير هيعمل كل شوية روتيشن هل حنلاقي مثلا ماتش فاركو يلعب ب11 وبعدين الماتش اللي بعده يوم الاتنين يلعب يغير 6-7 تانيين وبعدين الماتش اللي بعده يغير 6-7 هو هو بيعمل كده يعني ده الطبيعي ودي حاجة كويسة سيناس الناس بتبقى القانة لما بيعمل كده خلي بالك هو ماشي قد يكون كويس بالنسبالك لكن الناس بتبقى القانة لا بالعكس في ضغط المباراة يا كابت الاسلام وحضرتك لعيبت في الليفل عالي جدا سواء نادي الاهلي صح صح أو المنتخب لا ده مهم جدا دي ميزة يا كابت الاسلام ميزة انك تقدر تحقق الهدف بتاعك وان عندك هما هما يعني اللعيبة لو سواء لعيبت اسلام لعيبتها ما تصديره ما هي دي بقى يا بس بتيفر بقى يا كابت الاسلام انت موصل لعيبتك كلها مفيش اساسي واحتياطي وده نجاح لأيه مدرب يا كابت الاسلام لكتد توصل ان كل اللعيبة اللي عندك مفيش اساسي واحتياطي وتقدر توصل له من النهاردة انا بقى لعب او فلان بيلعب الهدف واحد والنتيجة واحدة هو ده النجاح يا كابت الاسلام هو ده النجاح ناك ما تعتمدش على خلينا نتكلم بوضوح اقتر كان عندنا مديرين فنين يا كابت الاسلام كان كل مشكلتهم وكانوا بيحققوا النتائج كانوا بيحققوا النتائج اه مانا بولا كان بيحققوا النتائج ولكن كان بيعتمد على ايه بشكتر من 13 و15 لعيب بس كان بيجي وقت الفرة كان بتقع صح والغلط لكن انت بتتكلم مع مستر كولر دي من النجاحات انه الحمد لله بقاله سنتين بينافس على كل البطولات بشكل كبير جدا يعني تقول تقريبا 90% من البطولات اوقت من 90% كل البطولات اللي شارك فيها النادر اهلي في وجود مستر كولر اتحققت بشكل كبير جدا ده كله بسبب او ليه دور كبير جدا انه ميجهز كل اللعيبة نفسيا وبدنيا وفنيا ان اي حد يفيه ميلعب في اي وقت فده من نجاحات المهمة اللي موجودة في النادر اهلي تشكيل بقى من وجهة نظرك يلعب بمين المباراة القادمة تشكيل نلعب بمين المباراة القادمة اه هيبقى محمد هاني ورامي وعب منعم لانه في راحة انا بقول كده بقناعني في راحة لو كان لعبة الناس دي اه جاي من راحة اه جاي من راحة اه يعني انا باتكلم في كده فقصد بناء على ان ماتشت زمالك ما تلعبش صحيح فنقدر نقول محمد هاني رامي وعب منعم وكريم فؤاد مروان هنلعب من غير حالس مرمى اما احنا لا ما بناش ال مروان مروان ما خلص احنا مقول ديما الحمد للباشر عندنا مشكلة لكن هيبقى اكيد شنداوي شنداوي طبعا شنداوي طبعا وهيبقى مروان في نصف الملعب اتمنى افشة وامام عشور الاثنين اه انا اتمنى لان حتى لما لعبنا كده عدنا بشكل كويس اوي حتى افشة يعني احرص هدف من الهداف الجميلة جدا في الدوري وهو لعيب مهم جدا انا بحب وجوده انا بحب وجوده جدا في الملعب افشة افشة وامام حسين الشحاد واقول ريدا سليم وكهرباء ريدا سليم اه بس هو ريدا الموتش اللي فات يعني انا لان بيرسي توتريان مصاب يعني لا لا بيرسي مصاب فانا اقول افشة وامام مش وسام ابو علي مش عارف وامام وامام جاهز وامام جاهز برضو مفيش مشكلة لكن انا اقولك اقربة ممكن يكون اقرب شوي اقرب بعدين اه ياخد واحدة واحدة اه لان اه لان اه لسه راجع من اصابة يعني برضو مش قصيرة او او اه فمحتاج اكيد انه يصفهم بره واحدة واحدة اه بالضبط كده الدوري العام السنة دي تحاسن هو دوري مختلف يعني بشكله غريب اه واخنا مفيش دوري بقى كل الفترة دي صعب جدا واحنا بنقول انه لازم يكون في دوري استثنائية عكبت الاسلام لانه من الصعب جدا جدا هنقد نبطل الكلمة طب هنعمل ايه عكبت الاسلام كل سنة نطلع من الناس الكلام طب هنعمل ايه موش دا الحل في عنا عكبت الاسلام هل انت هتفضل في نفس الدايرة دي انك تيجي في كل موسم تبقى محتاج الضغط ده والتأجيل ده وتخلص اشارة تمانية ولا تسعة وتبدأ تاني فصعب جدا جدا وده اجهاج جامل جدا على اللعيبة وعلى الاندية كمان مش اللعيبة بس ما هي اللعيبة الاندية تتحمل اصابات اللعيبة دي وتتحمل كل المشاكل الفنية اللي بتحصل فلازم دوري استثنائي ايا كان باتفاق بقى بين الاندية والربطة والاتحاد الكورة دوري من موسم واحد من دور واحد دوري من مجموعتين ايا كان الشكل وكل الناس تتقبل هذا لان احنا حتى بيحصل كده لان حتى اسم دوري النخبة مشكلة كبيرة عندنا في ايه ان حتى لما بيجي بنطفك كأندية وكرابطة وكاتحاد كورة على مبدأ وتيجي في النص أندية بتختلف ومش عايز اقول بتغير كلامها او لكن بيحصل مشكلة يعني انت جايلك جدول من شهر اثنين وموافق عليه تيجي فجأة قبل مباراة بـ 24 ساعة تقول خلاص ما انت عندك ده وموافق على المبدأ ده وعارف ان الظروف مش ماشية بشكلها الطبيعي كدوري ومتقبل ده فانك تيجي في النص تطلع بقى لازم دوري استثنائي عشان نحل كل المشكلة دي والكلام ده احنا من ناس كتيرة مش اقول انا بس كل الناس بتطلب بيه بقى انا اكتر من 3-4 سنين انت بقى لك 5 سنين او 6 مواسم مع كابتن اسلام فنفس الضغطة ونفس المشاياة كله ونفس الدوري هيخلاص امتى والدوري هيبدأ امتى فده صعب جدا فالافضل ان كل الناس هتطفك الناس بيكون فيه دوري استثنائي من دور واحد او من مجموعتين زي ما تفهم من الفرقة اللي شايفها الحصان الاسود في الدوري السنين مكنش متوقع ان هذا الاداء ويعمله هذا الاداء او يعني حتى النتائج بصة خبسان فيه فيه فرق كنت تقدر اقول عليها كده لكن الاداء مؤخرا بدأ يبقى وحش اه يعني زي نادي زد يعني كماشي في شكل كويس اوي اوي لحد فترات طويلة سيسد برضو خبك قاعد فترة طويلة اه مانا بتكلم كده انه كان ماشي كويس اوي 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 انا موصل لنقطة كويسة اوي لكن مؤخرا بدأ الاداء اه لو هتسألنا بقى بشكل وما تستغربش اللي انا هقوله ده يعني انا شايف انه برامد ليه مفاجأة اه مفاجأة انه يفضل في الاستمرارية دي بتاع تلفوز فرقة كبيرة جدا ونادي عنده كل الامكانات المنافسة على كل البطلات وعنده لعيبة على المستوى لكن الاستمرارية في الفوز هي دي او هي دي اللي انا شايفها ان الحصاني الاسود السندي مش نادي برامد باتكلم على الاداء او على النتائج او الطفرة اللي حصلة في الاستمرارية بتاعت الفوز اه مين تاني او متوقع مين اللي ينزل السندي من وجهة نظرك سؤال صعب لكن بالعكس يعني في فرقتين او ومش عايزين برضو نقول يعني عشان الناس يعني لأ يعني تتكلمين عن مقاولين عنده مشكلة جديرة جدا يعني في فرقة عندها مشاكل ما حدش نزل اه لكن في فرقة عندها مشاكل كبير جدا انا شايف المقاولين والدخلية الدخلية بلدية المقاولين دخلية بلدية يعني اعرب لكن كل طبعا كرة القدر فيها كل شيء بلدية سنة الاسبوع اللي فات عاملة مفاجأة كبيرة جدا بالفوز على زد وده اللي مقاولين الدخلية الدخلية الاسبوع اللي قبل كسبان الجيش كسبان الجيش تقريبا اه برضو اه برضو في ثانية ممكن كل حاجة بتطغير عشان كده بلدية عامل موسم رائع مع احمد عبد الرؤوف ولكن طبعا طبعا من سبب الخمسة صفر برضو طبعا دي نتيجة قيلة طبعا نتيجة قيلة جدا اه لكن في فرقه قريب في بنك اهلي قريب في فرق كتير جدا في اسماعيلي قريب في جونة سجونة تقريبا جونة ماشي كويس برضو يعني بيقدر يقسم متشين تلاتة واربعة فبيفرروا بشكل كبير جدا لكن في تلاتة اربعة فرق طول قريبين شوية دخلية معاولين البلدية دول الاقرب الاقرب شوية لكن كرة فيها وارد فيها كل شيء كل شيء في الكرة ممكن السناني برضو الاتحاد المصري سموحة لا فرق المنتصف دائما يعني نعم شايف اداءهم كان ممكن يبقى افضل من كده كان ممكن يبقى انتو شايف كويس من وجهة نظرك اه يمكن يتحكم ماشي في شكل كويس برضو في بداية الموسم مع كابتن طري العشري لكن برضو النتائج مؤخرة بدأت من تبقاش حسن حاجة اه يعني اه انا ما اتكلم في كده لكن ما هبوسك هي الفكرة كابتن يسان في الاستمرارية ازاي تقدر تحافظ على المكسب سهل لكن تتحافظ عليها وده اللي صعب تكسب مباراة واثنين وثلاثة وارد جدا في الكورة لكن الاهم من ده كله ان انا حافظ على ده وحافظ على المركز اللي انا فيه يمكن حتى النادي المصري بيبقى قريب شوية وتلاقيه برضو فكرة بيخسر مباراة يعني غريبة اه يعني دي برضو من الحاجات الغريبة جدا للنادي المصري لكن انه قريب من المربع الزهبي ده برضو حاجة حاجة تحسب للكابتن علي ماهر والجهاز اللي معاه اه ساما قلنا برضو نادي زد انا شايف انه ماشي اه ماشي في شكل كواس قوي لكن بقصد انه كان ماشي كواس قوي في حتة تانية يعني ده عاد فترة مع المؤجلات طبعا الموجودة ان اول دوري تاني دوري لكن برضو لما تيجي كاول موسم في الدوري الممتاز اه طبعا انا شايف برضو دي نتائج ايجابية كبيرة جدا للجهاز الفني واللعبين في نادي زد وخصونا انه مجدي من الناس اللي مكملة ودي حاجة ودي حاجة مخترمة جدا وحاجة رحمة عبدالرقوف كده برضو مع المؤجلس اه طبعا انه هو انه صعد بالفرقة ومكمل معها والنعم النتائج الايجابية دي نادي زد انا شايف برضو من تقدر تقول من الحصان الاسود في الدوري الممتاز نادي زد طبعا والبيرامز على فكرة تفكير برضو لانه من الفرق المنافسة للنادي الاهلي ما انا عشان كده براكات انت 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 ان انا هقول لك انه نادي بيرامز كاستمرارية في النتائج الايجابية انا يعني بالتالي من وقت وجود نادي بيرامز في الدوري الممتاز مكسبش مقدرش حق سلسلة انا بقى عندي مشكلة في الفرق اللي هي دايما بتبقى في منتصف الجدول حيث ان هم بيكسلوا شوية في المتشاط الزيدي العشرة اللي هو سبعة تامن متشاط الاخيرة اه بيحصل بشكل جديد بتلاقي كسل يعني مش كسل هو يقول لك انا خلاص ولا انا هنزل ولا انا بنافس ودي بتحصل يعني هي دي طبعا حاجة مش كويسة طبعا طبعا دي حاجة مش كويسة خلص لكن بتحصل او على الاقل ما فيش الحافز للمنافسة لكن انت كده بالتفكير نا برضو انت بتأثر على نتائج فرقة تانية الله بالزبط طبعا محدش بيعمل كده بقاء لكن انا بقول لحضراتكم انه الواحد لعب فالحاجات دي اللي في النص دي بتبقى دايما ايه طبعا الفرقة اللي في النص دي بيقى عندها دايما طبعا وده اللي بيحصل اللي تحوافز مسلا مش عارف يعني بس بتحصل يعني الامانة بتحصل لكن دي بتبقى بترجع بالي الجهاز الفني ازاي انا اوصل لعبا اللي عندي لا ان انا حتى لو في نص الجدول مهم ان انا حق النتائج اللي جابية باستمرار مهم ان انا حسن من مركزي في الجدول فدي برضو عندنا مشكلة كبيرة جدا للفترة القادمة او مش مشكلة خليني الاول اتكلم عن المنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي اللي هو عنده استعدادات مهمة جدا لأولمبياد باريس عشرين اه اربعة وعشرين في نفس الوقت الانباء اللي طلع تتكلم عن اتنين او تلات لعبين من النادي الاهلي وبالتالي النادي الاهلي في مثل هذه الظروف هتبقى مشكلة كبيرة طبعا مشكلة كبيرة جدا يعني طبعا استعدادات مهمة للمنتخب الاولمبي وفي نفس الوقت طبعا يعني برضو في العول الاخر ده منتخب بلأ البلد وبينافسه بطولة مهمة جدا ولكن انت من سنتين حصل نفس القصة دي لو فاكر بالزبط بالزبط تحس انه كوبي وبست لكن طبعا النادي الاهلي لو حصل كده هقابله برضو مشكلة كبيرة جدا لو فعلا زي ما الاهلي بشكل كبير جدا في ظل الضغوط المباراة اللي موجودة لكن دي اكيد هتبقى بالتنصيق لكن انا شاء برضو المنتخب مهم جدا ومهم انه نقدر نعمل حاجة كويسة يا رب ان شاء الله لكن دي بتي محتاجة تنصيق بشكل كبيرة يا كابتن اسلامي ما نشوف السنة او الموسم الشهر ونص اللي جايين دول شهر ونص صعبين جدا جدا على النادي الاهلي وعلى المنتخب الاول وعلى المنتخب الاول على كل الرياضة المصرية لانه حتى بعد ان شاء الله الاولمبياد هيبقى فيه من المفترض ان يكون هناك انتخابات جديدة لاتحاد كرة القدم المصري وامور جديدة في مثل هذه الامور وبالتالي احنا ننتظر ماذا سيحدث خلال المرحلة القادمة هي مرحلة صعبة ولكن ان شاء الله تعدي على خيال انا بشكرك شكرا جزيلا ان احمد على وجودك معنا بتشرف دائما موجودك معي حيبا يا كسلام وانا لسعيد موجودي معاك وموفق دائما أستقبل الاساتدة الكبار الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافة البيت الكبير اهلا وسهلا بحضراتكم مع امرأة اخرى عزائي المشاهدين خلوني اراحب ديوف واضيوف حضراتكم الاساتدة الكبار ا desired те Momot ازاك يا Stone gentleman اشتركوا لكم بنور استاذ محمود صبري ازاك يا استاذ محمود مرحب اله مرحب اله مبدئيا كده خلينا بما اننا بنتكلم عن النادي الأهلي وعن مباراة القمة وعن ما حدث والأمور دي كلها ولكن أنا قبل ما أبدأ أي حاجة إيه رأيكم في أداء فيتور بريرا رئيس لجنة الحكام فيتور بريرا ده يحير الواحد يعني هقولك يعني هو الحقيقة أنه من ساعة ما تولى مسئوليته ما شفناش أي بصمات يعني تذكر بشكل إيجابي على أداء التحكيم ويمكننا احنا تكلمنا برضو مع حضرتك هنا عن يعني دلوقتي قدر أقيمه يعني ما يقعد سنة تقريبا وفيها وقفات كتير فيه أولا إهمال شديد لمسألة إعداد الحكام وسقلهم وتصعيد صحيح وجوه جديدة وعلى فكرة أنا برضو يمكن قلت لحضرتك الزبوع اللي فتأة أو اللي قابله إنه فيه شكاوى كتير جدا من حكام في المناطق أوكي يعني ما هو أصل المناطق دي مش جزر منعزلة يعني مش كل واحد واخد المنطقة بتاعته سهيح وبيشتغل على مزاجه سهيح مفوض يبقى فيه سياسة عامة الناس دول بينفزوها عشان هدف أكبر أو أسمى إنه يطلع حكام إحنا الحقيقة ما بنشوفش ده مستوى للحكام نفسهم إحنا دايما بنقول مش عايزين نعترض مش عايزين نهز ثقاتهم في نفسهم إنما الأداء غير مرضي صحيح يعني المفروض لما يبقى فيه أخطاء بيتككرر الأخطاء دي يجب أن يتم المناقشة فيها داخل الغرف المغلقة في لجنة الحكام وتوحيد القرارات وسقل الحكام وتجنب الأخطاء كل الكلام ده طبعا ما أعتقدش إنه هو بيعمله يعني مش باين مش باين أثره على حكتوى الحكام من خلال المباراة اللي بتشوفها أستاذ محمود رأيك برضو في هذا الأمر موضوع كبير يا كابتن موضوع مسهل وأكبر من بريغة نفسه أكبر من كتنبرج كنا شوفنا كتنبرج بعد كانت الدجة الكبيرة جدا عشان نجيبه وبعد لما جيه شفت الحملة تعملت عليه إزاي يعني كانت واضحة وصريحة السؤال كان إيه هدفك بأنك أنت تتعاقد مع خبير أجنبي أنك تطور التحكيم طور التحكيم صح يعني ده الهدف ده الهدف والتطوير ده يظهر بعد فترة يعني هنقول شهر اتنين تلاتة الشهر الرابع لازم إيه لما كنت تطلع إيه أنا فاكر أنه مسألة 8 سنة تقريبا قلت لي لما نشوف مش هينفع دلوقتي ما أنا بقول لك فأنت المسألة أنت عاوز تعمل إعادة تقييم طيب هل التجربة نجحت ولا فشلت فيها إيجابيات وفيه سلبيات والسلبيات ظهرت بكسر يمكن مع الفترة الكبيرة وحالة الارتباك برغم أننا عملنا إشادة بحكامنا في أمم أفريقيا كان مردود العودة غريب جدا على ناس بقر ده السؤال الأهم ده السؤال الأهم ده السؤال الأهم إيه اللي حصل لتك لازم تبقى عارف إنك إنت برضو في الفترة اللي إحنا بنعيشها اللي هو غياب الجمهور عن المدرجات بكسافة على فكرة ده ليه واقع ليه تأثير على اللعيب طبعا وعلى المدرب وعلى الإداري وعلى الحكم فطبعا أنت الضغوط دي لما تبدأ تظهر بتباني هنا القدرات بتباني هنا الأخطاء إحنا مش عاوزين أروح أقول لك فيه أخطاء متعمدة ولكن عندما يغيب الضمير لبريرة ولا ألف واحد زيه مش هيقدر يرجع لك ولا يعيدك صحيح للمشهد ولما يكون الحكم أصبح شخصيته ضعيفة وسلم نفسه لحكم الفي آر اللي هو العاد في الوضع المكيب مسألني هو لدي له القرار خلاص أنت أفقدت الحكم هبته وشخصيته لأنه الأفروض بأمانة شديدة يعني حتى رغم من الإنجليز اللي هم يعني الأساتزة في اللعبة في اللعبة في كل حاجة عاملوا تصويت يعني نمشي الفي آر بس دا نادي واحد بس يندي هو أن نشتكى بعد كده كله خلع ساح كله خلع شايده كله خلع باعه هل هنشوف تقييم الفترة يعني هنقول يا جماعة التقييم عامل ازاي هل انت شفت النهاردة لقطة المباراة الجولة الختمية النهاردة في دور التراقي شفت الفرقة نزت وتعزف السلام من الوطني وبتاعه وضرب وقردام الورع ما بين بعض شفت انت شفت ختام المشهد ما بين حلص الحدود والإصبرت خناء شفت الخناء شفت القسر نزلت أرض المعن هزي هي التحديات يا كابتن هي بقى هنشوف بقى هنا القرارات قرارات مين بقى قرارات ايه هنشوف المراقبين كتبوا ايه والحاجات انت شفتها بعينيك ما أنا بقولك هوا والحاجات انت شفتها بعينيك والحاكة بسجل ايه والربط هتعمل ايه والاتحاد الكرة هتعمل ايه أنا مع حضرتك ولكن هل من الممكن اقول ان ده بيحصل كله لانه اتحاد كرة القدم ده مسير للاعمال فقط خلال الشهر ونص الشهرين اللي جايين لانه في اكمل معلها حالك قول اللي عايزه خلال الشهر ونص الشهرين اللي جايين دول والاتحاد الكرة مش هعمل حق يعني حالك عارف ان في انتخابات بالكتير قوي بالكتير قوي يا اكتوبر يا اول نوفمبر صح ولا انا بقول غلص صح صح طيب فانت عندك ثلاث شهور بحد اقصى فهو عشان كده سيق يعني مفيش حساب مفيش نظام مفيش انا بشوف ان في حاجات كتيرة قوي بتحصل مش من المفروض ان هي تحصل يا سيد محمود دي حاجات بسيطة عمرا ما كان بتحصل يا جماعة بكده تكلامت هو مؤسسة عمل مؤسسي ولا عمل اشخاص لأ ما هو انت اللي تقولي بقى انا بقولك هو المفروض عمل ايه مؤسسي يعني انا ما بشوفش كده ها تحكموا اللوايح ونظموا قوانين المفروض المفروض واشخاص يديرون هذه المنظمة يعني ايه جي اسلام مشي اسلام جي محمود جي محمود صحيح ايه النظام ايه موجود كوبادي قعدة سابتة في المياه انا بعمل حاجة انا بعمل حاجة ونزول الناس الملعب هو ده محتاج نهاردة مشهد بديهيان مشهد لا مشهد في غاية الاسف والحزن على ما وصلت اليه كرة القدم مصري هو فيه حاجة اسمها فرقتين فرقتين نهاردة فرقتين في مشهد مؤسف الغريب القسر بيئت موجودة بيحاول امنع ولادهم انهم ينزلوا ملعب حجم حجم لو كان فيه لو عارف اللعب اللي دخل جاب كورس عشان يضرب ويجري لو عارف انه فيبقى فيه عقوبة عارف انه فيه هيعمل ايه هيفكر الف مره هو والمداري والمداري لكن المشهد النهاردة اذا والله اذا لم تكن ربطة ربطة الانديع انا بقول اول استاذ احمد دياب وبقول اتحاد الكورة اذا لم يضرب بيد من حديد بهذه الوقع المؤسفة المسيئة النهاردة لعقاب الجميع لو وصل الامر ما فيش حد يصعد لو وصل الامر انك انت هتقول ان انا هدو لكن المشهد اللي حصل النهاردة لا شيء لو قابل المشهد الاول كمان ما انا بقول لحضرتك المشهد الاول ده الناس وقفة بتسمع السلام الجمهوري فريق واحد والفريق ثاني انا بقول لك هدين انا جنيب هوي ما انا اعاوز اقول لك ايه ليه انت عامل الحدودة دي كلها والمشهد ده اللي احنا بلعيش في مباراة القمة ايه نتيجته سببه اللواجه يا كابتن يا كابتن يا كابتن فيه ليحة فيه ليحة اسميها الفريق مايروحش ماتش عشان يعدي ماتش يروح ماتش التاني تقول لي اقسم منه ثلاث نقاط ودينه ثلاث نقاط فخر السنة كلام هيدا يا جماعة يعني انت يعني الكلام ده حصل في 24 فبراير 2020 خلاص وحصل في سوبر ومترحش وقال لك بعد ما قال لك القرار حربان سنتين ومجالون بعد لأنا ما قلناش كده نحبة يعني عارف انت ايه عارف انت اخدها من عبارة ايه ظروف قهرية واعتزار يا سلام في اي ليحة وفي اي كلام واي منطق لما جيت قلت طب هنروح الملعب قال لك لا ابعد جواب قل فيه انه ده انسحاب خلاص يبقى انت هنا انت هنا فتحت باب لم تغلق باب الشر فتحت عملته مواركة اذا لم تكن هناك لوائح قوية تطبق على القوي قبل الضعيف مش هنصالح حال الكورة لكن المسألة تدار بهذا الشكل سيبقى هذا الوضع وسيبقى المصابقة بهذا الشكل ويبقى الضبابية والحسابات مختلفة يجب ان يكون يا استاذ جمال هناك لائحة قوية جدا 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 تطبق على الجميع نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي المصري ونادي الإسماعيلي والاتحاد والمحلة وكل الاندية الكبيرة والجماهرية اولا قبل اي حد تاني كبير هو بالتأكيد ان هم دول اللي بيبقى ليهم الثقة عارف كابتن انا بزعل جدا لما بعد احنا في القرن الحادي والعشرين وواحد وعشرين وعدنا منه اربعة وعشرين سنة جمان يعني ربع صحيح ولسه الناس بتتكلم في لوائحة ان ما فيش لوائح ما ما فيش هو حضور ايوة لا الشكل العام في كرة القدم الناس انا باستغرب ليه ان احنا لغاية النهاردة لسه وكأننا بنخترع العجلة يعني يعني بدئين ما قبل التاريخ يعني اذا كان هناك لايحة تطبق تطبق على نادي الاهلي تطبق على نادي الزمالك تطبق على كل الاندية طبعا طيب لو مكانش لو كان فريق اخر غير النادي الاهلي ايوة اللي سافر ولعب في كاس العالم للاندية وسافر ولعب الدوري السوبر الافريقي تمام وسافر ولعب السوبر المحلي ورجع لعب او 12 اللعيب راحه المنتخب الاول وبعدين رجع لعب المباريات الاخيرة مع المنتخب ثم اجلت له هذه المباريات ما كانش هيحصل كل اللي احنا فيه ده لانه مش اسمه النادي الاهلي الاول ما الاسم النادي الاهلي دخل يقول لك المؤجلات والمؤجلات بوزة الدوري والمؤجلات طب يا جبعا انا هعمل ايه انا كنادي اهلي انا زنبي ايه وبعنين الاندية انا هعمل ايه الاندية كل نادي يؤجل له على اساس حجم مشاركاته هلا انا اورع ليه يعني يعني النهاردة مش عشان النادي الاهلي بيشترك احنا نقدر نقول باختصار وببساطة النادي الاهلي خلال السنوات الماضية صحيح انا بقول ان هو بيحمل لواء الكرة المصرية بلا شك مع كل الاحترام ثبوت للجميع على المستوى الافريقي والدولي اه ايه بيثبت جدارته فمجيش النهاردة انا اقول اي كلام واطلب الناس تصدقه اه طبعا يعني مجيش اقول على فكرة الناس مصدق انا نفس افهم يعني لو كان نادي اكس مش اقول زد لانه في نادي زد نادي واي نادي اكس ده هو اللي لعب هو اللي لعب كل هذه البطولات اللي بتتكلم عنها اهم حاجة الاهلي بس اه اول ما الاهلي يتحطف ده يقول له بس يا كابتن الكلام ده كله كلام ناتج عن ضعف اصلا في اللوايح والنظم ما هو ده اللي الله يكبر عليك ضعف اللوايح يا ميزة الاهلي لو في مسؤول في اتحاد الكورة او في ربطة الاندية يطلع يقول يا جماعة ما تتكلموش لان النادي ده عنده حق النادي ده احنا مش بنأجله بس الناس بتقوله والله محدش بيربط لا لا والله بيقوله ليه مرناب احمد دياب لما تسئل لما سيف زي كابتن وانسيف زي رزاق سأله كذا كذا قال له ما ما فيش حد بيلعب زي الاهلي ايوه يقول بقى وقراراته تبقى كده قراراته واضحة اه القرارات بمنتهى الوضوح لكن انا هنا انا ايضا بتكلم عن ايه ان انت محدش بيرعب مثل هذه المباريات ومثل هذه البطولات يا أستاذ جماعي اه يا كابتن قات بمنتهى البساطة عدد المباريات اللي لعبها الاهلي واللي لعبها كل الاندية شوف فرق كان مباراة انت بتكلم على ان اخصى فريق لعب في الدوري في الدوري لعبه كم ماتش اكتر 25 الاهلي لعب زي ما قلنا 40 42 مباراة 42 مباراة تقريبا على جميع المستويات وفي العديد من البطولات فمنقرنش بقى داب ده يعني يعني النادي الاهلي لم يطلب لمزاجه انه هو يأجل ومش بيأجل عشان يقعد في البيت او يطلع مصي ده عشان يقعد في البيت ويطلع مصي اه هي كده يعني هنقول ايه طيب هنروح يزير فيها اصلا النادي الاهلي بيتجامل هم الناس عايزيننا نقول كده عشان يا جماعة والله كلام ده اقولي ده كلام حالي اكتر نادي متضرر في في ما يحدث خلال هذه الفترة من كل يومين 3 مطش هو النادي الاهلي اكتر نادي متضرر من النادي المنافسة ونادي بيرامدز دلوقتي بيصل لنقطة 62 وانت عندك 45 الاهلي خسر البطول الدوري هي كده بسبب كده وبنفس المتخب الولمبي بار اتنين 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 بطولتين بس كان فيه واحدة فيهم كمان المتخب الولمبي لو متذكرين لما اخدوش الناوي وحدك كمان ست لعيبة من عندك كانوا في المتخب الولمبي وعاوز اقولك على حاجة ماشي انت في الفترة دي هو رئيس نادي الزماكنة لما كان رئيس للاجنة وقتها مش طلع الف تصريح لاسمع على الهواء قال لي يا جماعة انا اتفعت مع الاساس احمد مجاهد على ان احنا نضغط الاهلي في المؤجلات مش انا تصريح لاسمع مع الناس كلها سمعت وشافيت ابو قدال في حد علق ولا حد اقل مش هو اللي قال انه جواب اليقاف جالنا واحنا خبناه واتفاقنا احنا منطلعهش في حد يطلع كلمه مش انت اللي قلت ولا انا اللي قلت يعني انا عاوز اقولك ايه صحيح محدش طالح قالك على حاجة خدت البطلتين باخطاء تحكمية بس نادي القلب يتجامل يا سوز محمود ما انا بكلم اه ليه هعمل يا سوز محمود النادي القلب يتجامل بيني وبينك يعني هو يتجامل انت عاوز تاخد كل حاجة مش انا قلتلك كده طبعا هياخدوا الحتة دي من بقى يقولك ويقول لي مش عارف طبعا انا بتاري يا جماعة اسلام الشاطر يعتارف يعتارف صدق صح انا اخدالك سوش الميديا على ضمن اه انا بتاري اه 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 يا كابتن اسلام يعني لان عزو لك انت بتتعرض لحملة ممنهجة طيب عشان دي لا لا اصلا دي مهمة دي مهمة جدا فعشان الحملة الممنهجة دي اصلا كان سؤالي اللي جاي عن هذه الحملة الممنهجة اللي بتدور حول النادي وبيدورها اشخاص عبر واتساب واضحة ومعروفة واشخاصها وتوزع الادوار وده يطلع تكلم في القضية وده يطلع تكلم في قضية ومسح انا عايزك تشرح بقى كل الكلام ده لكن نطلع فصل عشان فصل مهم ونطلع فصل وبعد الفصل نرجع نتكلم على توزيع الادوار في هذه الامور وهذه الحملة الممنهجة اللي ضد النادي نطلع فصل وبعد الفصل نرجع الكلام أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى السيد محمود معلش عشان كنت سوز جميل بعد إذنك عشان السيد محمود هو اللي كان بيتكلم في هذا الفضل يا سيد محمود نعم الموضوع فيما يخص أن الموضوع أنت بتتعرض لحملة تشويه وتسويف وتضليل بالصوت العالي والحنجرية والصوت العالي والزعيق والخناف والفرض وأمور واللعب على اكتزاء عبارات وجمل وأهم حاجة أننا أحاول أننا أنال منك أنا أقولها لك وأقولها لك وهظل أراضي ذلك كلام أنا مش قادر عليك أسيطر عليك في المستطيع اللي أخضر هطلع في الدوستدهات أقول أننا عايزه وصل الأمر من حجم الكزب والتجاوز والتجريح للنال الأهلي أمر يفوق الوصف وده كلام في منطقة الخطورة إذا كانت بعض أعتقد أنه الآن بفترة دي حالة هدوء أنا أقول لك جمهور الأهلي مش هينسك كلام ده لكل من حاول سعي نال من فريقه فالأمر في غاية الخطورة وأمر للأسف أنا برضو من خلال متبعيتي لم أرى ولم أشاهد أحد النجوم الأهلي الذين اعتزلوا والذين يزهرون في البرامج حاول بالقريب وبعيد أن ينال من المنافسين لكن الآن هناك من يتجرى من نجوم اللاعب المنافس بصورة أو بأخرى بحجم الكزب والتضليل والدعاء والحلفين بأمور في غاية الخطورة لا محلة لها من الإعراب المؤسف أنه دخل على الخط أيضا بعض الصحفيين الذين تحولوا إلى مشجعين ماشي بصورة أو بأخرى كل الواحد بيبحث عن الليلة وعن هدفه لأنه أهم حاجة الأهلي الذي أصبح مصدر رزق لناس كتير جدا من محاولة ناكنتا التجريح والتطاول والكلام ده فبحاول أنه أنا أعمل إيه؟ أحط بقى التريند التريند بقى كرستنا في اللحظة ديها الكلام اللي هيظر في الأيام الجاية وهيكون في موقف أن هناك مجموعة تسمها مجموعة الواتساب أيوة؟ مجموعة واتساب معروفة بقودها صحفي معروف مجموعة توزع الأسئلة والأفكار على مجموعة برامج هدفها الأساسي أن أنا إزاي أحطى بمعنويات الأهلي إزاي أننا حقيقي يعني؟ طبعا إزاي أن أنا أشوه إزاي أن أنا لوصل الأمر أنها تخطط الحدود تخطط حدود إيه؟ الوطن إلا أنك أنت عندك برنامج واثنين في أحد الدول العربية وده أمر غريب جدا وأمر في غاية الخطورة وطالب بإدارة الناد الأهل بكلها موقف شؤونها القانونية في المرحلة اللي جاية لأنه ما ينشر أمر يحاز أنا بقول لك أهو تخيّنك أنت لو تكلمت عن هذه الدولة أو تكلمت عن دوريها أو تكلمت شوفوا الرد الفعل يبعمل إزاي لا يا جماعة الأهل ما يسهلش كده وبقول إنه إدارة الناد الأهل بطالبة وبعد الأمور برنامج في الإمارات برنامج في العراق برضو لمنافسين ومن خلال برضو إيه من خلال أفكار الواتساب برضو اللي بتوزع ليه الهدف واضح يا جماعة الهدف واضح هو الضغط على الأهل هو تشويه الأهل مش هنا بس لا بر لكن الناس اللي عنديها الحقيقة عارفوا قيمة ومكانة الأهل الأهل في منتظر من دول يقول له كلمة حلوة لا مش هيقوله لأنه عارفين حقيقته بتبقى إزاي أنا شايف أنه الأمر في غاية الخطورة أمر زاد عن الحد يتوجب بأمانة شديدة في اتخاذ خطوات ضد الناس دي لأنه المشهد نحن شايفينه مشهد غريب جدا علينا إحنا وصلنا في حجم التراشق الأهل ما بيردش ومش هيرد طبعا دي معروفة السياسة مداري الأهل وكله وتاريخه إعلامه كله ما بتكلمش على رده لكن أنا شايف أنه الوضع في غاية الخطورة كابتن إسلام وأعتقد أنه لازم يكون في خطوات على فكرة تصعيدية في الليام اللي جاية شوف كابتن أول حاجة طبعا أنا مش يعني يعني مش بعقب على كلام محمود لكن دي حقائق موجودة سواء كانت زهرة أو مختفية في ناس مش مرتحين وده وضعهم ودعبهم منذ عشرات السنين من خلال شغلنا يعني وإحنا عارفين إن دي في أجندة كده عند ناس إنه هو مش قادر يكسبك فبيحاول يبواز لك الدنيا لكن برضو لازم نقول حاجة مهمة جدا إن النادي الأهلي ما شاء الله على مدار السنين هو الأكبر هو الأنجح هو الأكثر قدرة على امتصاص الصدمات يعني إحنا في الأزمة الأخيرة النادي الأهلي لم يتكلم في أزمة الانسحاب أو الاعتذار ليه لأن الأهلي أيها لأن الأهلي بيعتبر نفسه ليس طرفا بالمناسبة برضو لأنه ما عليش نفتحت الجرح بالنسبة لأنه أنه الناس قاعدت بتعلقش على الكلام اللي بيتقال يا عم ما تعلق يا عم مش عارف إيه يا عم يا جماعة بعد إذن لا ومعليش المنطق والنجاح إن أنا ما ردش على حاجة لا 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 ما جاش إسمي فيها لا غير كده يعني واحد مولا مش عايز ألعب خلال لا لا مش هيا دي النقطة يا سيد جماعة مش هيا دي النقطة النقطة في أن أنت هنا بتمشي على حسب سياسة طبعا اسمها سياسة النادي الأهلي أيوة دي مهمة النادي الأهلي فيه سياسة تحريرية أيوة تمشي من خلال القناة لا وفيه سياسة على مستوى مجلس الإدارة فيه توافق أو وفاق الله ينور عليه مع الإدارة الأخرى في العندية الأخرى في الآخر أقصد أقولك إن هنا مش كل واحد بيطلع يقول وجهة نظره تتكلم عن سياسة تخص نادي لأن أنت بتمثل النادي الأهلي وسياسته فممكن جدا أنا عايز أقول رأي الشخص لكن ما ينفعش أقول رأي الشخص لأنه أنت بتمثل النادي الأهلي بس لكن في الإجمال نقدر نقول أنه النادي الأهلي الصمت ليس معناه ضعف حي النادي الأهلي لما الدنيا بتستدعي الرد لا النادي الأهلي بيرد وردود قوية جدا على أي حد صحيح وخبار حيودك يعني في أزمته في أزمة النادي الأهلي اللي هي بتاعت نهائي أفريقيا قصة الخطاب الضائع والتحاد الكورة والدرج والدرج والكلام ده النادي الأهلي فضل ساكت واستحمل وراح لعب المباراة احتراما للبطولة واحتراما للأطراف الأخرى وراح لأنه بيمثل مصر فراح ولعب وحتى خسر ورجع ومازالت الواقعة معروفة وتم التحقيق فيها ولم يتخذ فيها إجراءات صحيح ولكن النادي الأهلي قريب جدا كما طلع خطاب أو بيان ضد تحكيم وتكلم فيه عن القصة دي صحيح يعني النادي الأهلي أقصد ما بينساش بس هو له مواقفه في الوقت المناسب وده شيء يحترم على فكرة والتركيز برضو في المرحلة الجاية دي كابتن إسلام مهم جدا لأن انت لو رضيت على كل الناس اللي حواليك دي لما معلش يعني فيه ناس فضيط مش فيه مش فيه ناس فضية دلوقتي هيعودوا يتكلموه لك انت ولقت مركز في مهمة معينة خلاص مهمة خلصت لا إحنا أتكلم عن النادي الأهلي انت مركز في مهمة معينة عندك مباريات متلحقة يعني زي ما عارفين كده طيب عشان بس حسألكم عن هذه المباريات وعن الفاركو تحديدا والمباراة الخديمة خلينا نطلع نشوف انفو جراف عن مشوار النادي الأهلي ومشوار الفاركو نرجع نتكلم بقى فيه هذه المباراة المهمة جدا أستاذ جمال زي ما حضرتك بتقول 15-16 مباراة في 45 يوم آه يعني طبعا كم مباراة 28 يونيو كل 3 ايام تقريبا بتلعب مباراة وبالتالي حتى المدير الفني وجهاز الفني مش بيلحق يدرب الفرق صحيح فمش ناقص بقى كمان ترد أو تنشغل بما يقال لأن ما يقال مش حنخلص أنت لازم تركز في المهمة بتاعتك والحمد لله أنت وصلت المرحلة أن أنت في المركز الثاني ولسه لك مباريات مؤجلة كتير وبالتالي مهمتك الأساسية دلوقتي هي جمع النقاط وخبالك والترق وأصعب نقاطه وأصعب نقاطه وخاصة مع فرق بقى أيوة دي أصعب المباريات اللي هي المباريات مع الفرق وأولهم طبعا ومنهم فرقوا اللي هم بيحاولوا يبعدوا عن شبح الهبوط دي بتبقى مباريات صعبة جدا أعمل دلوقتي بعد الوزع للاتحاد خلي بالك وبدالين أن مستر كورة حزر اللعيب وقال لهم أنا فرقت على الفرق وشايفوا المستوى بتطور مباراة أخرى دي كويس جد وعملت مباراة على فكرة خسرتها قدام زمالك 2-0 وكان ليهم ضربة جزاء مشكوك فيها واضحة يعني وضحة للشمس ومحنش تكلم عليهم لك أنه خلاص دي عددت يعني يعني عاوزه لك هي عددت عشان ما لهمش صوت فخلاص مش فلعوزه لك أنه مباراة صعبة أنت عندك مباراة فرقه مباراة طلاع الجيش دخلية والدخلية دولة تلات يعني تلات مباراة في غاية دولة تلات مباراة وأنا بعض ده تلعب مع طلاع الجيش مرتين وبعد فرقه والدخلية تلعب مع برامت فأعتقد أنه أنا شايف أنه هدية القمة هدية مقبولة أنك أنت ريحت نفسك هتأخذ نفس برضي قال لأنه الفترة اللي جاء صعبة طبعا مهمة جدا تشم نفسك ريح تشوف تبكر وتعمل تبديل وتوافي مهمة جدا أنك أنت هتتجاوز المباراة دي بأقل الخسائر وأنك أنت تكون حريص اللعيبة نفسية بنازم يكون زي ما يعني يمكن حصل في مباراة الدخلية وانفعال كلر على اللي حصل في المباراة وكانت ممكن في وقت من الوقت تفقد نقاطها كل فرقة عنديها أمل في البقاء هتقاتل على كل لحظة فأنت لابد يكون دوافعك أقوى أنك أنت تقضي على طموح الفرقة أنك أنت لم تجد لك فرص خلص أنت هدرت كمية فرص في الشيوت الأول في مباراة الدخلية كان ممكن تطلعك 3-4-0 شيء غريب جدا وتريحك وتخليك تطلع الخمسة اللي بيتغيره متنزل ناس ثانية وتريح لكن ما عرفش في حالة لحزم المبكر فأعتقد أنه مباراة فاركو ومباراة الطلاع ومباراة الدخلية دولة 9 نقاط مهمين جدا قبل مواجهة برامس لابد أنك أنت تخرج منهم يعني سالم احنا طمعين مش دول بس قبل مواجهة قبل مواجهة المنافس المشكلة أنه أنه الأهلي ما عندوش رفاية لا ما عندوش أنه هو يفقد نقطة ما عندوش الرفاية دي ما عندكش وقت كمان ما عندكش وقت والموقف صعب جدا أمام برامس اللي هو شق طريقه يعني يعني استغل جيدا وده هما يعني يشكروا عليه هما كفريق أنه هو استغل غياب الآلي ولم يفرط في نقاط موضوع هذا كان الزكاة يعني هذا نفس اللي عمله نادي الزمالك في لجنة حسين لبيب لما كان كمل هو الدور غات منها وصاب لك أنت المؤجلات وانت بقى المؤجلات انت بقى أي خلاص حطيتك أنا تحت ضغط فأنا أعتقد أنت من الخبرات مطالب أنك انت هتلعب كل مباراة بطولة خاصة فأنت متجاول أنك انت تتخطى المباريات حتى تصل لمواجهة المنافس في حمارات المنافس مش عايز المنافس التي تعطيب نفسك هي البطولة يعني أنك انت بتحط كل واحد بإدراعه كل ما أنت بتضيف نقاط كل برضو ما بتزيد الضغوط فأعتقد أن الحسابات ودي الوقت والموسم لابد يكون طبعا الجهاز الفني عنده حساباته وليه تجربة ونجح فيها بامتياز 100% في الروتيشن في الموسم التاريخي وخد خمسة من خمسة أعتقد أن الحسابات برضو المرة هتكون قوية جدا أعتقد هو عارف حجم وهمته النقطة أعتقد أنه تركيز وكلامه وتوجهاته للعيبة في الفترة دي أعتقد ده شيء مهم جدا إن شاء الله يكون التوفيق حالي في الأهلي بدءا من مباراة فاركو واستمرانا إن شاء الله بإذن الله للحصول على اللقب والحفاظ على اللقب بإذن الله لقب 44 ده حقيقي ويعني المباراة كمان التلاتة المتتالية الفاركو الجيش في ماتشين قابل مباراة بيرامدز دول مهمين جدا عشان تدخل تقابل بيرامدز في أول مباراة وإنت على الأقل عندك يعني وبالتالي ده مش معناه الماتشات اللي بعد كده مش مهمة لا إنت ماتشاتك كلها كؤوس إنت بتلعب دلوقتي كؤوس في دوري نظبوط سيبك بقى من الكلام اللي بيتقاله ده أصل يتجامل ده اتعمل مجامل في إيه أنا مش فهم يعني يلا خليه علينا إحنا طيب نتمنى رب كل التوفيق للنادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم أسبوع صعب جدا أو مش أسبوع هو شهر ونص صعبين جدا جدا على النادي الأهلي خلال هذه الفترة لأنها فترة صعبة لا يحتاج فيها النادي الأهلي إلا لجماهيره إلا لحضراتكم مساندة ودعم حتى لو لقينا شوية خستعة شوية من اللعيبة أرجو من حضراتكم من أنتم تعذرهم لأنهم صدقوني والله أنا بيبقى شايف وعارف الحاجات دي كويس جدا بيبقوا نفسهم بس مش قادرين لكن إن شاء الله لعابتنا قدها وقدود ومع الراحة ومع الروتيشن اللي بيعملها كل حاجة تبقى كويسة ولكن مساندة حضراتكم ودعم حضراتكم خلال الشهر ونص اللي جايين مهمين جدا 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 أنا بشكر شكرا شكرا جزيلا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم مع بداية الأسبوع القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير